موسيقى بسهل خير برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم عايزة توقف في البداية عند موضوعين الأول يتعلق بإسلام يكن الشاب المصري اللي حاز على شهرة كبيرة بعد منضمامه إلى منظمة أو تنظيم داعش الإرهابي إسلام عاد إلى الأضواء من جديد ليتسبب مرة أخرى في حالة كبيرة من الجدل المرة الأولى لما فاجأ إسلام الجميع بصوره هو ماسك سيف وبندقية كلاشنيكوف ويلابس أزياء من العصور الوسطى وبيفتخر وبيعلن انضمامه للصفوف هذا التنظيم الإرهابي إسلام اللي كان يعرفه زمان جتله صدمة لأن حياة إسلام السابقة ما كانش فيها ما يدل على إمكانية حدوث هذا التحول الراديكالي كان شاب متفتح ومنفتح على الحياة بيمارس الرياضة بيسمع موسيقى وبيقعد في كافيهات مع أصدقائه وصديقاته وفجأة أصبح ضمن صفوف داعش وبيفتخر بمشاركته في الغزوات وقطع الرؤوس إسلام أعلن مبارح انضمام صديقه محمود الغندور إلى داعش ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بتجمعهم مع بعض طريقة الغندور في الحياة كانت بتشبه أيضا طريقة إسلاميا الفرق من الغندور اللي كان حكم كرة قدم أعتقد في دورة درجة تانية كان محبوس بسبب مشاركته في مظاهرات للإخوان وأفرج عنه من فترة قريبة ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت بتقول إن الظلم والفقر قد يتسببان في انضمام شباب كتير إلى داعش وإخوانه لكن في المقابل ناس أخرى بتقول إن لا العدل ولا الحياة المرفهة تقدر تمنع شباب من اختيار طريق الإرهاب وإن أسامة بن لادن على سبيل المثال كان مليونير وكان عايش حياته بالطول وبالعرض وما كانش حد يصدق إنه في يوم من الأيام هيصبح زعيم لأكبر تنظيم إرهابي في العالم هذه الإشكالية مطلوب مناقشتها من علماء النفس من السياسيين من رجال الدين المستنيرين بمشاركة شباب من مختلف الاتجاهات الموضوع الثاني يعني من حوالي ساعة تقريبا تلقيت اتصال من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان بيتكلم عن اجتماعه اللي عمله أول مبارح في ساعة متأخرة من الليل مع المتحدثين الرسميين لكل وزارة من وزارات الحكومة كان بيتكلم عن تعليماته لهؤلاء المتحدثين بأنهم يكونوا حسب تعبير المهندس محلب منصة لإطلاق الصواريخ للرد على الشائعات والإشاعات اللي بيرددها أنصار الإخوان واللي بتنتقل عبر وسائل الإعلام واللي بتساند الجماعة في الخارج طبعا المهندس محلب كان عمل معنا اجتماع لسبوع الماضي مع مجموعة من الإعلاميين تشرفت أني أحضره وكان اجتماع صريح يعني تكلمنا فيه مع المهندس محلب عن مشكلة التواصل مع مؤسسات الحكومة مع الوزرات مع الهيئات المختلفة ووعدنا يومها رئيس الوزراء بأنه يكون كل المتحدثين باسم الوزراء جاهزين بالمعلومات بالبيانات المطلوبة من الإعلام والصحفة بمناسبة الإشاعات المهندس محلب في اتصاله التليفوني كان بيقول لي تخيل بعض مواقع الإخوان نشرت بتقول أن الحكومة هتعمل عملات نقود ورقية ونقدية ومعدنية عليها صور الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أولى خيالهم يوصل للدرجات دي طبعا رئيس الحكومة بيستغرب وطبعا أنا متفاهم شعوره